هذا نختم به دائما نحمد الله وشكرا على النعم الحاجة رنان وليد زرتي واعتمرتي ثمن عمرات كم عمرات أربعة أربعة مرات اعتمرة وطايفة في هذا المكان وأنت تسمعين هذا الصوت الشجيب ليش طبعا كل إنسان يعني يسمحيش الصوت يصور عنده خشوع أنت تغنين هل من المعقول تسمعين هذا الصوت وتبتين وصور عندك خشوع وقرآن أنا أغني بس ما أسمعه غاني بالبيت كل قرآن بيوم الأوف ما عندك نزول بالمسرح تروحين السهرين فتحين طاولة أنا أتحدى مستحيل أنا وليد يعني تقعد سمعين قرآن قرآن طبعا صلي أكيد استغربت أنا ما أستغرب يعني أنا أصلي أنا أصلي لو يصلي علاقتي بالله ما أحد معه وخبيتي أكيد أنا كل إنسان ويا ربك يعني سمعين قرآن وصلي أسمع قرآن وأصلي وما نام الله على القرآن ممكن العالم تستغرب تقول هاي تبالغ لزمي لي سألتش السؤال اللي موحن لكل الضيوف هو اللي قلته وصية يعملون بيها بعد وفاة حضرتش عمرش طويل إن شاء الله ميت سنة صحة وسلام شنو كتبتي أمي شنو أمي ديوروا بالكم على أمي والله والله هاي كامرتك وحتيوا إياها واجهي لها كلمة أكيد أقولهم ديوروا بالكم على أمي اعتنوا بيها لزعلونها منو هما أخوتك؟ أخوتي كلهم أمداريها هما؟ يحبوها مثليك؟ كلهم لا ها أنا ما أعرفاني أحس نفسي حالة استثنائية؟ اي أحبني مثل صوتك الاستثنائي الله يخليك ياه كتبيلي كيف رأيتي الحلقة بصراحة سيئة بائسة حلوة حبيتيها كتبي تتاج أقولك وليد لو مايحتاج لا وقعهم يريد تواقعت خلنا أأخذنا ما شاء الله دفترك حيكلتي أنا أشكرت شكرة جزيل خليني أوصلت لمكانت شكرا جزيلا شكرا جزيلا حياة الله سعيدة أبو جودي ويا صفاديك شكرا جزيلا شكرا جزيلا خمان أسيا شي أنا ما أسيا شي تليفونت أهم شي هيا أنا زيد؟ مني يفتح التليفون بس غزولة